سلام الله عليكم مشاهدين ومرحبا بكم في برنامجكم قهوة جرنان صباحكم سعيد مليء بالنشاط ومليء بالتفاؤل دائما نقول لكم مهم التفاؤل خاصة في الصباح أقرأ لكم أهم ما جاء من أخبار في الصحف الوطنية اليوم بداية بالنهالة قالت فتح أكثر من 23 ألف مسابقة من بداية 2013 إلى غاية جوان الجاري أوامر بتنظيم مسابقات الوظيف العمومي قبل سبتمبر القادم 10 أيام فقط أمام المترشحين لإداع ملفاتهم منذ الإعلان عن المسابقة شروع الآل في مسابقات الوظيف العمومي خبر مهم بالنسبة للشباب المتخرج من الجامعات أو من مراكز التكوين سلال قال إن حكومته ليست بعيدة على القضاء على أزمة السكن في الجزائر ثلاث ولايات حدودية جديدة في التقسيم الإداري المقبل وبرمجت نصف ساعة راحة بين كل امتحان 10 مواد في البيام خلال ثلاث أيام بالتوفيق للمقبلين على شهادة البيام قلوا لكم اعملوا على أن تحصلوا على معدلات جيدة إن شاء الله وبالتوفيق للجميع الجزائر نيوز أطنان من النفايات يتم استخراجها خلال حملة التنظيف موانئ الجزائر مفرغات عمومية حملة التنظيف في موانئ الجزائر حسب ما كتبت الجزائر نيوز وجدت الكميات هائلة من نفايات داخل الموانئ الأطنان من النفايات وهذا بسبب سلوك البعض وهو رمي النفايات في الموانئ هذا ملف كان للجزائر نيوز وقت الجزائر سلال قال المصالح الوطنية ستكرس في الدستور وفابيوس الجزائر لها تعامل مثالي مع ظاهرة الإرهاب والبلاد قالت الفيس يثير فتنة في مجلس الأمة مدخلة ساخنة لسناتور أثالاني تثير غضب صالح والمساء خبر صار لأعوان الحرس البلدي الداخلية تتخذ سلسلة من التدابير لصالح الحرس البلدي في الصحوف النتقل بالفرانسي الهيبرتي قالت للمواندال комمانس بور لإيقاف في صدري الصفحة الأولى لإexpression قالت 230,000 апартمانات دستربيت أول الرمضان ألعقل دن الولاية بأتنى والثيين ألف، ساقنسات وزاقى قبل الخمس والأشين، منشر جوانا قبل الرمضان ولي صارغ دالجيري كمثيراً للمواندين للمواندين لشهر دامجيري كمثيراً لن أعود لدى للمواندين شاهدنا يحضر معي اليوم الدكتور الأمين زاوي الأديب والرواية سيد أمين زاوي مرحبا بك معنا شكرا على قبولك دعوتنا في هذه الصبيحة دكتور أمين زاوي يقول أنك كاتب المرأة ونصيرها العديد من الروايات بالعربية والفرنسية كنت أستاذ بجامعة باريس وبجامعة وهران اشتغلت منصب المدير العام للمكتبة الوطنية سيد زاوي حابيتنا تكلم بداية على المشهد الثقافي الجزائري المتأمل للمشهد الثقافي الجزائري يجد مليء بالثنائيات المتضاربة الأصليون والمعاصرون المعربون والمفرنسون المحافظون المتفتحون وحتى المشرقيون والمغربيون سيد زاوي هذه الثنائيات ليست وليدة اليوم هي موجودة ربما منذ الاستقلال هل سهمت هذه الثنائيات في مد يد المساعدة للمشهد الثقافي هل سهمت في إثراء المشهد الثقافي الجزائري هو صحيح أن الجزائر على المستوى الثقافي هي صورة عن التنوع والتعدد على المستوى المقاربات الفكرية والسياسية وأيضا على مستوى اللغات التي تكتب بها نحن الآن أمام الجيال تكتب باللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الأمازيغية دون شك أن التنوع في أي بلد هو حالة إيجابية في الثقافة وحالة إيجابية في عمل المثقفين وفي علاقة النخب بالشرائح الاجتماعية وفي علاقة النخب أيضا بالطبقة السياسية ولكن المشكلة أن هذه الحالة حينما تتحول إلى ما أسميه بلغيتوهات لغيتو لغيتوهات الثقافية هذا هو المرض يعني الجزائر أشعر بأنها تعاني من ظاهرة لغيتو الثقافي ماذا تقصد بلغيتوه؟ تقصد معسكر هكذا تجمع؟ هذا التعسكر أو هذا المعسكر الذي يتخندق فيه مجموعة من المنتمين إلى حس أو إحساس أو طيار معين إتني سياسي لغوي إلى غير ذلك فأعتقد بأن القيتو الثقافي هو الذي يقتل الثقافة وليس التعدد أمام هذه الحالة ماذا يجب أن نفعل؟ أنا أعتقد بأن للذهاب إلى المحافظة على التنوع للذهاب إلى المحافظة على الاختلاف وعلى هذا الثراء الكبير للثقافة الجزائرية من أبيولي إلى شاب يكتب الآن أعتقد أن الحفاظ على هذا التنوع يجب القضاء على ظاهرة القيتو في المثقفين يجب مد الجسور ما بين المثقفين في هذه سيد زاوي أنت قلت الثراء شيء جميل دائما في كتاباتنا وفي تصوراتنا نشيد بهذا الثراء لكن في الحقيقة في عمق المشهد الثقافي سيد زاوي نجد أنه صراع في الحقيقة هو صراع أكثر منه صراع والمشهد الثقافي يظهر على أنه ثري لكن في الحقيقة هو صراع صراع بين المعرضين بين المفرنسين بين الأصليين بين المتفتحين هو صحيح يبدو أنه صراع لماذا صراع؟ لأنني ما سميته بالقيتو ليست هناك جسور ما بين هذه البقع ما بين هذه الجسور إذا صح التعبير ما بين هذه المعسكرات الثقافة يكون التنوع فيها إيجابيا حينما نمد الجسور ونخلق نوع من التناغم نوع من الاستماع والإنصات والتناصط ما بين هذه المجموعات التي تكتب بلغات مختلفة بحاسيس كما قلت أنت واحد يساري واحد يميني واحد سلافي ووطني واحد لغة بالعربية واحد بالأمازيغية واحد الفرنسية هذا التنوع لا يمكن الذهاب به إلى الأمام إلا بخلق جو من الحوار من النقاش بين المثقفين المؤسسات الثقافية تفتح الحوار بشكل مسؤول وأقول حيث لا سلطة إلا للمعرفة الخروج من البعد الإيديولوجي والدخول في الحوار المعرفي الذي هو ميدان المؤسات الثقافية سيد زاوي أنت قلت أن السلطة تفتح الحوار ليس مشكلة في الآديب أو في المثقف في حد ذاته يعني المثقف أو الآديب منعزل ليكتب بالفرنسية يبقى يكتب بالفرنسية وفكره يعني ماير للغرب ليكتب بالعربية فكره مشرقي الكاتب هو يعني لازم له جهود كبيرة حتى يعني يعطي الطابع العام للجزائر نحن الكتابنا كل واحد تلاحظه سيد زاوي أنه يبقى في القالب التاوي صحيح يعني للأسف ليست هناك مجتمع مدني ثقافي يعني لو تلاحظ بأن الجمعيات الثقافية الثقيلة ثقيلة الوزن الوازنة في المجتمع الثقافي غير موجودة يعني نلاحظ مثلا كثير من الجمعيات التي كانت إلى حد ما الجامع أنا يعني حينما أقرأ وكنت ناقشت أطروحة الدكتورة قبل أيام للطالب قدمها عن جون سيناك في جامعة ليون وفي هذه الأطروحة يعود إلى تاريخ اتحاد الكتاب الجزائري مثلا كجمعية ثقافية لها وزن ففي الـ 64 كانت هذه الجمعية تجمع ما بين مولود معمري وجون سيناك ومحمد العيد الخليفة ومحمد ديب وأول جائزة أنشئت في هذه الجمعية الثقافية الكبيرة التي هي اتحاد الكتاب هي جائزة الدولة للآدب يعني منحت لكاتبين منحت لكاتبين منحت لمحمد ديب ومنحت لمحمد العيد الخليفة لاحظ محمد ديب يمي يسار وبالفرنسية والآخر من جمعية العلمة ولكن هذه الجزائر التي نريدها الآن وندافع عنها صحيح أننا نحن منطلق كأدباء وكتاب ومثقفين وجامعيين لنا دور كبير في هذه الأزمة ولنا دور كبير أيضا في الذهاب إلى مرحلة جديدة من الاستماع لبعضنا البعض الثقافية سيد زاوينا كنت حد نتكلم لما طرحت مشكلة اتحاد الكتاب قلت لك أن اتحاد الكتاب يعني فكر قديم يعني تجمع كل الكتاب في اتحاد الآن ربما الدول المتقديمة عندها نوادي صحيح يعني هو بالأساس يعني أنا حينما أستعمل كلمة اتحاد لا أريد أن أعود بالفترة الستالينية أو الفترة الستالوفية إنما أريد فقط أن أقول بأن هذه الجمعية يعني هي في نهاية الأمر جمعية نادي تجمع كلاب حينما يكون لنا هذه المجموعات الثقافية فأعتقد أننا نستطيع أن نحرك وندفع الحياة الثقافية إلى الأمام طيب سيد زاوي كل أعمالنا الأدبية والثقافية أقصد لما الجيل الآن الحالي يقرأ لكتاباتنا لثقافتنا لكل ما أنتجه المثقف الجزائري من مرود معمري إلى كولينوبلي الربوة المنسية إلى نجمة للكاتب ياسين يلقى أنه هناك حالة من اللاتجانس من الصراع من القلق المرود معمري في رويته الربوة المنسية صراع بين الأجيال نجمة دمها من بانوهلال وظلها ظل الكهر هل نعيش سيد زاوي عدنا أزمة انتماء لما نقرأ مثقفين ونخبتنا وكأنه يعيش أزمة انتماء يعيش إشكالية في الهوية هل هذا صحيح؟ أولا يجب أن نفهم على المستوى النظري لا توجد هناك هويات أو هوية نهائية صافية لكن قريبة للتجارس كل الهويات هي هويات راحلة الهويات كتبت مقال بعنوان نوماد الراحلة فأعتقد بأن الجزائر الشيء الكبير فيها والقوي فيها وهذه الديناميكية أنا أعتقد بأن هذا الذي نسميه قلق أو نسميه يعني هو ليس حالة دائما سلبية بل هي أيضا حالة إيجابية أي أننا نعيش دائما شعب شاب دائما يطرح أمام التاريخ أسئلة أسئلة العلاقة مع الذات أسئلة العلاقة مع الآخر أسئلة العلاقة مع التاريخ فأعتقد أن هذه مطروحة حتى الآن هو ليس قلق بقدر ما هو هي هكذا الهويات وأعتقد أن الأمم الكبيرة هي التي دائما يشغلها سؤال التجدد وسؤال المرآة لكن سيد زاوي هذا ما ينفيش أنه عجزنا عن تقديم هذا الاختلاف وهذا التنوع وهذا الموروث الثقافي عجزنا عن تقديمه وأنه تميز على أنه يعني ثراء لأنه ما عندناش عمل إبداعي سواء سينمائي أو أدبي من الحجم الكبير أو رواية كبيرة أنا ما قريتش رواية كبيرة يعني تخليها تحس أنه هذا التنوع وهذا الثراء هو شيء جميل شيء يعني يعطي تجانس دائما هذا الثراء نتعاملوه يعني نوصفوه نوصفوه في روايتنا في أعمالنا في مصرحنا على أنه صراع على أنه يعني هذا هو المشكلة يعني شوف يعني الآن حينما نلاحظ عن المستوى للأسف رأسمال الثقافة الجزائرية يعني نرأسمال الثقافة الجزائرية سواء في الموسيقى أو في السينما للأسف هي ثقافة مهاجرة هي ثقافة موجودة في الخارج يعني حتى آخر هذه الثقافات إذا صح التعبير أو هذا التنوع الراي صدر في الخارج يعني حينما نتحدث الآن عن مهرجان عاملين وجيراننا في وجدة مهرجان الراي ففي مصادرة لتراث كبير لثقافتنا يعني كثير من الفنانين الكبار سينمائيا يعيشون الآن في فرنسا أو في جهة أخرى أو في أمريكا الآن ويبدعون أفلام رائعة أنا ما يشغلني كيف يمكن كيف يمكن استعادة هذه القوى الإبداعية هذه الثروات الإبداعية الثقافية والأدبية والموسيقية والسينمائية والمصرحية وما إلى ذلك إلى الجزائر وكيف يمكن أننا نخلق من هذا التنوع وهذا الذي يدهش العالم على أساس أن يكون داخل هذا الوطن ونلاك داخل هذا الوطن لكن لا داخل هذا الوطن هذا التنوع ممكن أن يكون متضارب لكن أنا أقصد هذا التنوع لماذا لا نصدره على أن كل متجانس كل متجانس يعني العربي والأمازيغي وحتى للناس اللي عندها ربما ثقافة ثقافة فرنسية هي تحصيل سنوات من الاستعمار لم نصدر عنها لماذا لا توجد رواية مثلا لشاب جزائري هو عربي أمازيغي نفتخر بعربيته بأمازيغيته وعنده بعد تاريخي دائما ننوظفوها هذا ما أقصد أنه هذا العوامل ننوظفوها على أنها صرع توظيفها في الكتابات خاصة من جانب الروايات لما نقرأ لأمين زاوية أو نقرأ لكل الكتاب أنا أعتقد مثلا أمامنا رواية نزهة الخاطر نتكلم عن نزهة الخاطر نزهة مثلا رواية اليهود الأخير في تمنطيت أعتقد أن هذه الروايات منذ منذ صهيل جسد مرورا لا سميسيون لا سر النحلة إلى غير ذلك ما يشغلون بطبيعة الحال هذا هذا الاختلاف هذا التوار طيب سيد زاوي لماذا توجد فيفي في رواية لها سر النحلة لماذا توجد فيفي التي اضطرت للعمل كمغنية في مطعم لماذا يوجد أنظار في النزهة الخاطر الذي فعل ما فعل مع المنظف لماذا توجد العماميمون التي تخلت عن هويتها تخلت عن ذقافتها الجزائرية العربية لماذا يوجد كل الأمثلة الشاذة ولا يوجد الرجل المعتدل الجزائري المعتدل الذي ينجح في إطار الحفاظ على هويته على ثقافته هل هذا الأمور تطلبها الكتابة الروائية أم أنه هذه رؤية هذا هو المشكل سيد زاوي هل هذه رؤية كتابنا ومثقفين للمجتمع الجزائري لا أنا أعتقد بأن الأدب هو الذي يبحث عن الأشياء اللامقولة يعني الأشياء اللامرئية يعني يعني صحيح حتى تخرج من الروتين صحيح يمكن أن تكتب على شخص بسيط جدا يعني بائع خضر ولكن لا يمكن أن تعطيك تعطي نظرة أنه بائع خضر ولكن ما يعيش في هواجز بائع الخضر أو بائع زلابية في بوفاريك يعني ماذا يسكنه في الداخل يعني هذا إنسان يعيش الحالة التي تبدو لك أنت عادية في الخارج ولكن في الداخل هو عبارة عن نهر عن بحر من الأمواج فأعتقد أن أن الأدب هو الذي يكشف هذا المستور والذي يكشف هذا اللامقول وهذا اللامفكر في الأدوات لكن السيد زاوي رواية حتى تكون ربما هذا رأيه رواية حتى تكون نجحة ليس بالضرورة أنه تكشف جانب مستور أو جانب ليس معاش أو جانب مخفي شفنا رواية نجحة باولو كويلو كاتب مشهور جدا لكنه كتاباته لما تقرأ الألشيميست مثلا الخيمياء يكتب نصوص عادية جدا لكن الطابع الحكوي ربما هو اللي يعطي النجاح هل الأدب الجميل فيه سحر الأدب هو هذا التنوع يعني باولو كويلو أو غارسيا ماركس أو غيرهم يعني كل واحد له مقاربات للعالم يعني أنا لا يعجبني كثيرا باولو كويلو يعني يبدو لي أنه روائي والتقيت به في في البرازيل يكتب كتابة بسيطة جدا يكتب للجيل الحالي وحتى البرازيليين حتى البرازيليين لا يعتبرونه يعتبره كاتب مقروع كاتب مقروع كاتب مقروع جدا لكن في ظل العولة والجيل الحالي يعني اللي يوصفوه بأنه فنيان بين قوسين سيد زاوي يحب هذا الكتابات البسيطة نعم سيد زاوي حبيت نقول لروايتك نزهة الخاطر الأمر الجميل فيها أنا قريت هذه الرواية أنك كتبت على مصال الحاج كتبت على بقايا حزب الشعب ولماذا تعرضت له من مشاكل ومن اضطهاد سيد زاوي لماذا لم يفكر الأمين زاوي الكتابة على مصال الحاج وشيء جميل قبل رد الاحتبار لماذا لم تفكر في الكتابة قبل أن يرد له الاحتبار في الجزائر أنا كتبت عن رواية في نزهة الخاطر عن مصال الحاج وهي أول رواية تتعرض إلى ما يسمى بداية الدولة البوليسية إذا صح التعبير بعد الإنقلاب بعد الإنقلاب وأيضا هذا الموضوع كنت قد طرحته في رواية أخرى باللغة الفرنسية في ستاندو منسونج التي ستخرج لم تصدر بعد لا صدرت صدرت في 2002 وستخرج على سينما سينمائيا قريبا يخرجها الصديق المخرج السينمائي مالك بن سماعيل كتبت سيناريو كتبت ست ربما في 2014 في نهاية 2014 ستصدر فيلم تخرج على مستوى فيلم فأعتقد بأن هذا الموضوع يعني أنت الأديب ليس مؤقت يعني نحن لا نكتب لا نكتب بتوقيت معين أنا حينما كتبت في نزهة الخاطر عن مصال الحاج هي أيضا تجربة خاصة أنا كنت طالب في الثانوية كما هي في الرواية إلى حد كبير فيها كثير من الأوتوبيوغرافي وكنت أسمع ب بدأت أخاف من من البوليس منذ أن كان لنا حارس ليلي في الدورتوار في في الانترنا وهو وهو واحد من المنتمين إلى حزب الشعب المحظور آنذاك وبدأ الخوف آنذاك فكان هدفي ليس بالأساس مثال الحاج كشخصية مع أنه قوي في الرواية ولكن يعني كيف تتحول بولسة الدولة شرطية الدولة كيف 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 نتجت في الجزائر وأيضا كيف نتجت ظاهرة الخوف وهي بالنسبة للأديب وبالنسبة للكاتب مسألة حساسة جدا حينما يخاف الأديب لا يستطع أن يكتب سيد زاوي أستسمحك نأخذ فاصل ثم نعود مشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا نعود بعد هذا الفاصل الوطنية والمحلية لنهار اليوم نستهله بالعنوين عشر مواد في البيان خلال ثلاث أيام ثلاث ولايات حدودية جديدة في التقسيم الإداري المقبل أومر بتنظيم جميع مسابقات الوظيفة العمومي قبل سبتمبر القادم وتمديد ساعات عمل القطارات إلى الواحدة صباحا خلال شهر رمضان تنطلق اليوم امتحانات شهادة التعليم المتوسط البيان عبر 64 مركزا موزعا عبر التراب الوطني حيث كشف برنامج امتحانات شهادات عن مفاجأة جديدة من طرف وزارة التربية الوطنية التي أقرت فترة راحة تقدر بنصف ساعة للتلاميذ بين كل امتحان وآخر أن يجتاز التلاميذ عشر امتحانات في ظرف ثلاث أيام فقط قال الوزير الأول عبد المالك سلال أنه سيتم استحداث ثلاث ولايات حدودية جديدة في إطار التقسيم الإدارية المقبل والذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخرا حيث تسعى الحكومة لخلق هذه الولايات على مستوى المناطق الحدودية بهدف تقريب الإدارة من المواطن وكذا تأمين الحدود أكثر أشارت مصادر موثوقة أن كافة الإدارات العمومية تلقى التعليمات تأمرها بالشروع في إحصاء المناصب الشاغرة في المؤسسات والإدارات وذلك بغرض استكمال كل المسابقات والاختبارات المهنية قبل شهر سبتمبر القادم قرأت الشركة الوطنية للنقل بالسكة كالحديدية تمديد ساعات عملها إلى ما بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان المقبل أين سيتم استئناف الرحلات عن طريق القطارات من الساعة التاسعة إلى الواحدة صباحا بعد توقف الرحلات في الفترة الصباحية عند السادسة مساء إلى جريدة الجزائر نيوز التي قالت موانئ الجزائر مفرغات عمومية وكتبت الجزائر نيوز كشفت عملية تنظيف موانئ السيد البحري التي بادرت بها وزارة السيد البحري والموارد الصيدية تحت مسمى موانئ زرقاء عن وجود أطنان من النفايات بعد أن حولت السلوكات الخاطئة للأفراد والتي تصنف عمومية بدليل استخراج أجهزة تلفزيون وشبابيك صيد وعجلات مستعملة بشاطئ تمنفوست بالعاصمة إلى وقت الجزائر التي عنوانت سلال قال المصالح الوطنية ستكرس في الدستور وفابيوس الجزائر لها تعامل مثالي مع ظاهرة الإرهاب أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن مصارى المصالح الوطنية سيتم تكريسه في الدستور المقبل باعتباره قضية اجتماعية وحضرية وذلك إذا ما تم التوافق عليه من قبل المشاركين في المشاورات الجارية حاليا حول التعديل الدستور حيث أن هذه الأخيرة ستكتمل مصارى المصالحة الوطنية إذا ما تم التوافق على تكريس هذا المبدأ من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وفي خبر آخر في وقت الجزائر أعلن وزير الخارجي الفرنسي لوان فابيوس أمس نزيرته للجزائر تحمل ثلاث محاور رئيسية سيتم مناقشتها مع المسؤولين الجزائريين واكتشف فابيوس في مقابلة صحفية مع إذاعة أوروبا أن الملف الاقتصادي سيكون أحد محاور نقاشة رئيسية إضافة إلى الملف الأمني وأخيرا إلى الوضع الإنساني جريدة البلاد قال تلفيس يثير فتنة في مجلس الأمة وكتبت البلاد أثارت المشاورات التي يجريها الوزير ومدير ديوان الرئاسة أحمد ويحيا حول تعديل الدستور جدلا واسعا وسط عضاء مجلس الأمة خلال اليوم الأول من مناقشات مخطط عمل الحكومة وذلك بعد تطرق الوزير الأول إلى المشاورات جريدة المساء قالت الداخلية تتخذ سلسلة من التدبير لصالح الحارس البلدي وكتبت المساء أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس عن سلسلة من التدبير والإجراءات لصالح أفراد وأعوان الحارس البلدي بعد حركات الاحتجاج التي قاموا بها منذ شهر فبراير 2011 وتحديدا مغالبهم ذات الطابع الاجتماعي والمهني في الصحة فناطقة بالفرنسية قالت وكتبت بعث رئيس الوزراء أدنالك سلال مذكرة إلى الولاد من 48 ولاية من البلاد يطلب منهم البدء في توزيع المساكن الجاهزة حسب وسيتم توزيع 230 ألف وحدة سكنية بالصيغة العمومي الاجتماعي قبل 25 من الشهر الجري أي قبل بدء شهر رمضان الكريم إذ هذا الكمل قالت المساء للسكنات والمدة المحددة قالت الإكسبريسيون التي لم يتبق منها سوى أسبوعين يتطلب احتماد إمكانات كبيرة وتجهيزات من قبل الولاد في هذه المرحلة لسوار دالجيري قالت كونغري إنيدي دول أبوزيسيون وكتبت منحة السلطات المحلي أمس الترخيص لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لعقد ندوتها المقررة يوم الثلاثاء بفندق مزافرون التي سيشارك فيها ما يقارب الخمسمائة مدعو على تقدم التنسيقية القائمة الرسمية للمشاركين يوم الاثنين الندوى حسب لسوار دالجيغي إلى المواقع موقع الحدث نيوز قال 41 إرهابي مشتبه فيهم أمام العدالة في 16 جوان وكتب الموقع ستنظر محكمة الجنايات بالجزاء العاصمة في 16 جوان المقبل في قضية 41 إرهابي مشتبه فيهم على رأسهم عبد المالك دروتكال أميرة التنظيم الإرهابي للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والمتابعين بجنايات القتل العمدي في صفوف المواطنين والعسكريين خلال التسعينات إلى صحفة المحلية آخر ساعة قالت أرسلور ميطار تكشف عن سرقة النفايات النحاسية من الورشات المغاربية وقضايا الفساد اشتكت نقابة أرسلور ميطار من عدم احترام المديرية للإتفاق المبرم بين الطرفين وبنود العقد الاجتماعي وقيامها بتقليص عدد العمال وأكدوا في البيان أنهم لا يهمهم الإنتاج والفائدة وتقليص البطالة على مستوى الولاية والتسطر على قضايا الفساد والتسرع في تطبيق الخيل لضخ أموال الاستثمار وتسألوا عن قطع الغيار التي كانت مستعملة والأشياء الثمينة التي صرفت الدولة ملايير الدولارات من أجلها صوت الغرب مصرع أربع مواطنين من عائلة واحدة وقالت بأي ذنب قتلوا أدى فجر أمس قالت انجراف التربة بأحدى البنايات الهشة بحي كارتو بقمبيطة إلى وفاة أربع أشخاص من عائلة واحدة في حدود الثالثة صباحا عندما انهار الحوش على رؤوسهم هكذا كتبت صوت الغرب بحية تابع لقطاع الحضر الصديقية بوهران إلى تصريح تصريح محمد حديبي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الذي قال إن الندوة ستخصص ندوة الانتقال الديمقراطي ستخصص لمناقشة مستقبل الجزائر وأثق الخروج من جمهورية الفساد والتزوير إلى جمهورية سلطة إرادة الشعبية كما أنها ستخرج بمشروع أرضية للنظال من أجلها تكون متفقا عليه من قبل جميع الجزائريين قال إن اللجنة التقنية المكلفة بالإشراف والتحذيل للندوة قد تنقلت صبيحة أمس لفندق مزافرون لمعاينة ظروف استقبال المشاركين والمدعوين والأماكن المخصصة للضيوف والإعلاميين والعدد الإجمالي للمشاركين سيكون حوالي الـ 500 مدعو إلى أشندة اليوم تشرف نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية من ولاية بشار على إعطاء إشارة امطلاق اختبارات امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2014 في الفترة الصباحية ومن ولاية عامة بالنسبة للفترة المسائية ينشط رئيس حزب عهد 54 علي فوز ربع الند وصحفية اليوم ابتداء من الساعة الثانية منتصف النهار بمقر الحزب الكائن بشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة وتنظم وزارة الفلاحة بالتعاون مع المكتب الافريقي للموارد الحيوانية للاتحاد الافريقي بداية من اليوم وإلى غاية الثالث عشر من أجوان الجاري ورشتان جهويتان تخصص للموارد الجينية الحيوانية وتطوير تربية المواشي بالمحهد الوطني للبحث الزراعي وينظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الندوة الدولية الرفيع المستوى المخصص لموضوع التنمية البشرية ورفاهية المجتمع من حيث جدول الأعمال تدوم وتنظم المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ندوة فكرية حول التعاون والشراكة شمال جنوب ينشطها هاندين ملوس رئيس الاقتصاد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي واليوم ذلك اليوم على الساعة الثالثة مساء بقاعة المحاضرات بمقر المدرسة بمنع كنون بالعاصمة مشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية معرض الصحافة كانت هذه الأجندة نشكركم على الإصغاء والمتابق عودة مجددا مشاهدين أذكركم أنه يحضر معي اليوم الدكتور أمين زاوي الكاتب والروائي الجزائري سيد زاوي كنا نتكلم على نزهة الخاطر تكلمت فيها على بولسة الدولة هكذا الدولة البوليسية بعد انقلاب اللي حصل لبنبلة تكلمت على مصال الحاج على بقايا حزب الشعب لم تسبب لك هذا الرواية مشاكل سيد زاوي لا أبدا أنا أعتقد بدون مبالغة أن الجزائر تعد واحدة من أكبر الدول في احترام القراءة واحترام أيضا الاختلاف والكتاب متوفر وأعتقد بأن ما قلته الآن هو موجود عند المؤرخين الجزائريين ولكن أنا قلته بحس أدبي وبفجيعة أدبية وهي الرواية أيضا رواية نزهة الخاطر لا تتوقف فقط عند هذا إنما تتوقف عند مشكلة فلسفية أخرى وهي مشكلة علاقة الأخ بالأخ بالأخ والأسرة الجزائرية بين المعاصر هي رواية الأسرة رواية الأسرة الأخ الذي يحب أخاه حتى يصبح يضيع في ماهية الآخر ماهية الأخ فأعتقد بأن عادة الحب الأخوي هو حب قائم على السرع السرع في الميراث السرع في أشياء ممعينة لكن هنا الرواية تعود للأسرة الجزائرية كإسمنت الأسرة الجزائرية حيث فقدنا الحب الأخوي كبير كثيرا جدا في الجزائر السيد زاوي لما نتكلم على الرواية الكاتب الجزائري خاصة الكاتب يعني ذع صيته الكاتب الجزائري المعروف يعني عدنا كتاب جزائريين أنت وحد منهم السيد زاوي هل يأخذ يعني يأخذ على عاتقه رهانات بلده تحديات بلده يعني ظروف بلده هل يقول أنه أنا ككاتب جزائري مثلا نازم نسوق صورة جزائري صورة البلد يعني قال عشنا عشرية سوداء نعطي صورة جميلة على البلد أم أنه الكاتب والمفكر لا ما لازمش يفكر بهذا الطريقة يعني هذه الطريقة نمطية مع التفكير لا يفكر أنه يكتب حسه يكتب أفكاره بغض النظر سواء عن رهانات بلده أو تحديات بلده يعني هذا السؤال عميق جدا يعني ولكني أنا أقول دائما بأن العالم يبتدئ من عتبة بيتك إذا أردت أن تصل إلى العالم فعرف بأن هذا العالم يبتدئ من العتبة البيت لذا الكتابة حتى تكون كاتبا عالميا عليك أن تكون محليا أولا بمعنى محلي أن تعرف أن تعرف نبضات قلب شارع الجار الجارة الصديق العم الذي يسافر الذي يعود فأعتقد بأن هذه المحلية هي أساسية جدا في الكتابة والذي يدهش في كل الأداب هي هذه المحلية التي تتحول إلى عالمية لأننا إذا لم تكن لنا محليات في الكتابة إذا لم تكن لنا هذه الألوان فأعتقدنا أن الأدب يصبح ستندار يعني يصبح معياري لا أعتقد أن الآن أحد يكتب مثلا مادام بوفاري لفلوبير مرة أخرى ويدهش العالم خلال انكتبت لا أحد يكتب طولستوي أو دوستويفسكي أو فيكتوريغو أو نجيب محفوظ ويدهش لأن هذه المسائل قيلت قيلت من محليات معينة ومن أحاسيس معينة فأعتقد أن كما تقول بأن الآداب أو الروايات مثلا الروايات التي عرفت نجاح كبير مثل رواية الخنوع التي حصلت على جائزة لفناك حصلت على جائزة جوائز كثيرة أيضا العرازية يعني هذه الروايات مؤكد أن مواضحها مهبة جدا لأن صحيح أن الأدب هي لغة الأدب هو لغة هو كتابة هو بناء هو يعني أدبية لتراليتي ولكن في نهاية الأمر الأدب أيضا هو موضوعات هو إشكاليات هو هواجس هو ما يشغل الناس على المستوى الفلسفي وأقول بأن الرواية في نهاية الأمر هي ليست جواب على شيء يعني القارئ لا ينتظر منا جوابا قارئ ينتظر منا في نهاية القراءة بأن يخرج بسؤال جديد عن جزائر مثلا عن حالة جزائرية عن المرأة الجزائرية عن الاقتصاد الجزائري أن يطرع أن يخرج بسؤال الرواية التي تقدم جواب هي رواية فاشلة الرواية التي تقدم سؤال يظل يشغل القارئ هي الرواية الناجحة في رأيها طيب السيد زاوي وصفت سابقا أنه كسول ومثقف السلطة هذه العبارة ستلاحقك إلى الأبد لماذا هذا الوصف سيد زاوي لماذا هذا الوصف أنت الآن كنت تتكلمني على لقيط والتعسكر أنا ترى أن هذا الوصف حددته وتعسكر يعني أنك تعسكرت في معسكر وصفت معسكر آخر اللي هم المعربون بالكسلة ومثقفها السلطة يعني تعرف يعني يبدو لي أن حينما نتحدث عن واقع المثقفين الجزائريين وأنت تعرف الجامعة الجزائرية فيها مليون ونصف مليون طالب فيها حوالي فيها أكثر من مئتين ألف مؤثر أستاذ إلى غير ذلك يعني هو جيش لا أتحدث عن ثمين ملايين من التلاميذ إلى آخر يعني نحن في نهاية الأمر على مستوى ما يسمى بالنخب وأيضا المرشحين للنخبوية اللي هم التلاميذ وإلى غير ذلك يفوق 12 مليون وأغلبهم يتعاملون باللغة العربية كاللغة الأولى التي يقرؤون بها ويطالعون بها ويتكونون بها أنا تكون في المدرسة الجزائرية ولكن للأسف حينما نقرأ يعني مردودية هذا يعني هؤلاء المتخرجين فأعتقد أنه ضعيف جدا المثقف المعرب في رأيي لا يزال لا يزال مثقفا يعني غير يعني لا يذهب إلى صلب الأشياء إلى صلب الأسئلة في المجتمع إلى صلب ما يشغل المجتمع الجزائري وما يشغل أيضا مستقبل الجزائر أنت تعرف حتى على مستوى الصحافة يعني كان صحافة إلى وكان صحافة صحافة تشوف مثلا بعض الصحافة الفرنسية قل نكتب في صحافة فرنسية أو ننشر مقال في صحافة حتى نوصل المساج معين فأعتقد أن حتى الآن في رأيه يعني هو ليس تعميم ولكن يعني بشكل عام استثناءات قائمة لكن سيد زاوي إلى مات هذا الهوة اللي تبقى بين المثقفين بين النخب هذا الهوة هذا مثقف معرب وهذا مثقف مفرنس وهذا زيصاري وهذا يماني هذا الهوة سيد زاوي لا تفيدنا معني ما تفيدناش أنه نطور أنه نقدم عمل إبداعي نقدم عمل موحد نبقى دائما هكذا شعب وقبائل شوف أحضرت أنا ملتقى في راس الواد راس الوادي وهي قرية اللي وليد فيها البشر الإبراهيم عملنا ملتقى حول البشر الإبراهيمي في عشرين مي بمناسبة ذكرى وفاته وكانت حول فلسفة التربية عند الإبراهيمي وقدمت مداخلة حول المثقف الورشا حول الشيخ البشر الإبراهيمي وكان الحضور كله من المعربين يعني أنا كنت أتمنى أن أكون الحضور غير ذلك يعني متنوع يعني يعكس طبيعة المجتمع الثقافي الجزائري حضرت في ملتقى آخر فوروم تعليف ريسك في فندق هيلتون وجدت نفسي فقط مع المفرنسين يعني لا يوجد هناك مثقف معرب في التدخل أنا أعتقد بأن أعود وأكرر بأن هذا البلد يحتاج إلى إعادة النظر في العلاقة ما بين الثقافة الوطنية المكتوبة بحساسيات مختلفة يعني كيف يمكن أن نجمع من يستطيع سيد زاوي حتى نروحه لصلب الأمر من يستطيع أنه يعمل تجانس بين هذا النخب المختلفة بين هذا الأطياف النخبوية هو أولا المؤسسات الثقافية المؤسسة الثقافية التي لا تستطيع أن تجمع هذا الغناء وهذا الثراء الجزائري أعتقد أنها مؤسسة فاشلة ولنا مؤسسات ثقافية كثيرة قادرة على أن تكون ليس فقط في العاصمة في المدن الداخلية إلى آخره قادرة على أن تكون بالفعل المحور الأساسي والنقطة الأساسية للجامعة الجامعة التي لا توجد فيها حركة ثقافية قادرة أيضا أن تطرح سؤال هذا الثراء الجزائري وأكرر وأقول بأننا علينا أن نخرج هذا الحوار من السخافات الإيديولوجية والذهاب إلى المعرفة الحقيقية سيد زاوي أخذت تجربة كنت مدير عام للمكتبة الوطنية لكل يشهد لك أنك أعطيت حيوية للمكتبة الوطنية المكتبة الوطنية في أيامك يعني عرفت نشاط كيف تقيم هذه التجربة بعدها خرجت أو الأسباب أنا لا أريد أن ندخل في هذه التفاصيل لأنه من الماضي لا تهمنش كثير لكن كيف تقيم هذه التجربة والله يشوف أنا لما كنت على رأس المكتبة الوطنية اشتغلت بحرفية بحرفية مدير عام لمؤسسة يجب وأعرف جيدا المكتبات الوطنية على مستوى العالم أعرف المكتبة الوطنية في باريس أعرف المكتبة الوطنية في دمشق في أمريكا في المغرب أعرف كثير جدا من المكتبات الوطنية وثق بأن كثير من المكتبات الوطنية خاصة جيرانا أخذوا نموذج المكتبة الوطنية في تسيير أمورهم حتى الآن ولا يخجلون من قول ذلك على مستوى الإعلام أقول بأنني حاولت قدر الإمكان أن أكون مهنياً في تسوير هذه المؤسسة الثقافية التي أحبها وأعتقد بأنني ظلمت كثيراً في ذلك سيد زاوي همشت فئة ربما رؤيتي هذه أنه همشت المعربين لأنه نظرتك لأنه إنسان يجيب نظرة أنه المعرب كسولي أبداً المثقف المعرب كان حاضر المثقف الأمازيغي كان حاضر المثقف الفرنكوفوني كان حاضر يعني لم تكن المكتب الوطني على مستوى الندوات وعلى مستوى اللقاءات العلمية والثقافية أي طرف لم يكن غائباً بل كانت لا أريد أن أدافع عن القارل لأن الجزائر يعرف ذلك أقول بأنها كانت وتقدر تعمل الآن صنداج لجميع المثقفين وحتى اللي كانوا يسكنها بجوار المكتبة أقول بأن هذه المؤسسة كانت ولكن أقول الآن بأنني ظلمت في هذه المؤسسة كثيراً وأعتقد بأن الذي يقرأ مسار المكتبة الوطنية بعد ذهابي سيعرف هذا الظلم سيد زاوي حتى نختم بالصحافة صحافة الآن تتكلم على الموضع السياسي حاضر بقوة هل يساهم سيد زاوي المثقف الجزائري؟ هل يساهم في المشهد السياسي؟ هل عنده رأي؟ هل عنده كلمة في المشهد السياسي؟ ما في شك يعني المثقف الذي لا يساهم في الحركة السياسية لا أقصد هل تظهر هذا المساهمة؟ قليلة قليلة جداً جداً قليلة لأن ليست هناك منابر أولاً الأحزاب السياسية هي أحزاب مفرغة من المثقفين وأعتقد بأن المثقف هو عجلة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في هذه الأحزاب السياسية لا يهم أن المثقف يكون منخرط في الأحزاب أنا لا أتفق مع هذه المقولة المثقف عليه أن يحافظ على استقلاليته ولكن يجب على الأحزاب أن تستشير المثقف في الندوات حول مسائل الاقتصادية حول مسائل سياسية حول مسائل ثقافية يعني يؤسفني جداً وأقولها للذين يتابعوننا الآن من الأحزاب السياسية أن لا حزب في الجزائر له له مشروع ثقافي وله دار نشر ثقافية أو دار نشر للآداء للكتب أو له مهرجان سنوي للثقافة والفنون يعني هذه المسائل هنا يستطيع أن يتدخل المثقف باستقلالية وبنقد في الوقت نفسي سيد زاوي شكراً جزيلاً لك على حضورك معنا سيد زاوي أنا شوفت هذا الرواية حضرتها معك هل ستقدمها لي أم؟ أقدمها لك بكل سورة أنا سعيد أقدم لك هذه الرواية أولاً وأتمنى أيضاً أن نلتقي في معرض الكتاب مع أشياء جديدة أخرى سيصدر لي في الدخول في الموسم رواية باللغة العربية بعنوان الملكة ورواية أخرى باللغة الفرنسية بعنوان عسل القيلولة شكراً جزيلاً لك سيد زاوي مشاهدينا مجموعة من الأخبار يرصده عبدالنورحابي فقرة راهم يقوله أصباح الخير عميقدور وش راهم يقوله اليوم؟ إيه والله تعرف ش راهم يقوله اليوم غير تموت بدعك شاش تليفزيون قرأت جا شوية راهم يقوله ناعم صلحي مع الموضة يبدو أن رئيسة حزب العدل والبيان ناعم صلحي يقصت بكل محاولات التخندق سواء مع المعارضة عندما نشطت حملة رئاسيات السابع عشر من أبريل الماضي مع المترشح الحر علي بن فليس أو بعدها عندما أعلنت عن استعدادها لتلبية دعوة السلطة للتشاور حول المرحلة المقبلة وبناء على كل هذه المعطيات التي وقفت عليها ناعم صلحي يبدو أن هذه الأخيرة فضلت التخندق وحدها في إطار موضة التكتلات السياسية الفارغة حيث أعلنت عن تكتل سياسي جديد يعمل على تحليل الوضع الراهني للبلاد ليخرج بقرارات جريئة راهم يقوله أمساها الوسبيطر حكاية قالت مصادر رسمية بسفارة الجزائر بالعاصمة البلجيكية في بروكسل إن الوزير المكلف بشؤون المغاربية والإفريقية قد أصيب بوعكة صحية يوم الثاني من جوان الماضي نقل على إثرها إلى بروكسل لتلقي العلاج هناك يذكر أن الوزير مساهل قد أصيب بوعكة صحية قبيل تركه لمنصب وزير شؤون المغاربية والإفريقية ويصاب بوعكة صحية ثانية مباشرة بعد توليه لنفس المنصب ورهم يقولوا واش يمساهل ما ينبلي عيت من شؤون المغاربية والإفريقية رهم يقولوا ما صارتش مقبل خفض البنك المركزي الأوروبي نسب الفائدة على الإداعات إلى أقل من السفر بعد مراجعته سابقا إلى السفر في سابقة تاريخية لم يتخذها بنك مركزي رئيسي بالعالم من قبل فهل يعلم الأوروبيون أن إلغاء الربا شعيرة من شعائر الإسلام وأنه بالتالي يتجه سوب أسلمة التعاملات المالية والمصرفية دون تسميتها خاصة مع تفاقم الأزمة التي تواجهها الاقتصادية الأوروبية لكن وفي المقابل لازالت البنوك في الدول العربية الإسلامية ومن بينها البنوك الجزائرية تتعامل بالربا رهم يقولوا المرجعية الفرنسية يبدو أن العديد من المسؤولين الجزائريين عاجزون عن الخروج من دائرة المرجعية أو النموذج الفرنسي إلى درجة أضحت لدى البعض وكأنها عقدة تجاه فرنسا فقد وعد عمارغول حينما كان وزير للأشغال العمومية في إحدى جولاته لمشروع الواجهة البحرية للعاصمة بأن يتم تحويلها إلى النزهة الإنجليزية نسبة إلى الشارع الرئيسي المتواجد في نيس الفرنسية كما وعد أحد المسؤولين المحليين بأن يصبح حيسد يحيى بحضرة عبارة عن شانزيليزي نسبة لأهم شوارع باريس ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وعد مسؤول آخر بأن يكون واد الحراش قريبا نهر السان للجزائر نحن خاطئنا همرا ميقولو مشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية قهوة وجرنان لعدد اليوم نشكركم جزيلا شكر على متابعتكم وفأكم لهذا البرنامج هذه التي تظهر أسفل الشاشة هي صفحة البرنامج على الفيسبوك قهوة وجرنان تجدون فيها عدد ضيف كل عدد أهم ما قاله الضيف وبالإضافة إلى أراءكم وأفكاركم ودايما نقول لكم إن شاء الله قناعة مننا ومنكم أنه اليوم يكون أفضل من الأمس والغد أفضل في الجزائر دائما دعوا معنا ربي على رايد بلدنا محمد عثماني يحييكم السلام عليكم